مع كل الإجراءات الاحترازية المتخذة فيما يتعلق بتأمين بيانات البطاقات المصرفية للعملاء إلا أنها لم تمنع انتشار تحذيرات من الباك المركزي مرفقا بكتاب من الداخلية والتي فيما يبدو أنها ناتجة عن معلومات ترجح وجود حالات اختراق من قبل منظمات إجرامية كولومبية عمدت إلى استخدام ساعات مجهزة بكاميرات صغيرة لتسجيل بيانات مستخدم البطاقات المصرفية مما يتيح لهم الوصول لجميع البيانات السرية كاسم حامل البطاقة، رقم البطاقة وتاريخ انتهائها والكود السري للبطاقة الأمر الذي داع البنك المركزي لمخاطبة البنوك التي بدورها كانت قد حذرت مرارا من عمليات القرصنة من خلال تعليمات الأمن والأمان الموجودة على مواقعها صحر زايد الرعي